استقبل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفادة حفظه الله ورعا في قصير صافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير السلمان بن حمد خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة العليا للتخطيط العمراني وعضاء اللجنة حيث قدم سموه إلى زلالة الملك المفادة إجازا تناول الدور الذي قامت به لجنة العليا للتخطيط العمرانية انطلاقا من أهدافها نحو الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في المملكة وضمان مسيرة تطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية وبين سموه في إجازا المسارات التي عملت من خلالها لجنة العليا للتخطيط العمراني وهي اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي بصدور المرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2016 والعمل على اعتماد المخططات التفصيلية للمحافظات بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من مبادرة تخطيط المندن البحرينية الفرنسية التي تعتبر احداث ماري الزيارة التي قام بها جلالة الملك المفادة للجمهورية الفرنسية عام 2015 والهدفة إلى تحسين وتطوير عمليات التخطيط العمرانية وفقاً لاحتياجات مملكة البحرين حيث تم إطلاق المبادرة في شهر مارس من العام الجاري تحت إشراف لجنة العليا للتخطيط العمراني وتم في هذا الصدد تشكيل فريق عمل مختص مكون من خبراء من عدة شركات فرنسية رائدة في مجالات الهندسة والتخطيط ليعمل مع الجهات المعنية في البحرين كما تطرق إلى استراتيجية عمد لجنة العليا في المرحلة القادمة والمتضمنة لبرنامج عمل ومبادرات لتحقيق الهداف المنشودة وخلال اللقاء عرب حضرة صاحب الجلال الملك المفادة حفظه الله عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد على جهوده الموفقة وإسهماته المتواصلة في خدمة مملكة البحرين وتعزيز مسيرتها الوطنية وتطوير أداء الحكومة وتبني المبادرات ووضع الخطط والبرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني خدمة للوطن والمواطن مقدرا جلالته كذلك جهود عضاء لجنة العليا للتخطيط العمراني من أجل تقدم البحرين ورفعتها وازدهارها ووجه جلالة الملك المفادة باعتماد خطة لجنة العليا للتخطيط العمراني التي قدمها إلى جلالته صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد العلاء النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني كما أثنى جلالته على الخطط والبرامج والمبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للتخطيط العمراني التي تسهم في الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في مملكة البحرين وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية من أجل إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين وبالشكل الذي يدفع عمليات التنمية الشاملة مشهدا جلالته رعاه الله بالإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين في شتى المجالات بفضل سواعد وجهود أبنائها ومؤكدا بأن المملكة مستمرة بإذنه تعالى في خططها وبرامجها التنموية والتطويرية في كافة القطاعات الحيوية التي تخدم الوطن وتلبي تطلعات المواطنين المزيد من الرخاء والتطور والحياة الكريمة على كافة المستويات هذا وعرب جلالته عن تمنياته لصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة العليا للتخطيط العمراني وكافة عضاء لجنة دوم التوفيق والسداد في جهودهما المخلصة لخدمة الوطن العزيزة ترجمة نانسي قنقر